السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن السيريستور في دوائر الطيار المتردد. السيريستور في دوائر الطيار المتردد من الشاعة وان انت تسمع حاجة اسمها التحكم في الطاقة. فهو السيريستور بعمل للحركة. ان هو بتحكم في الطاقة. يعني مسلا يشغل لك المطور على سرعة معين. تزود السرعة دي براحتك. نفس الكلام معه اللي هي اللمبة. ممكن يشغلها لك باضاعة معينة. ضخفت شوية اي خمسين في المية من الاضاءة. مية في المية من الاضاءة. بس دي ما بتبقاش في السيريستور وهنعرف ليلوقتي. الموجة الاولنية اللي هي الموجة دي كده. لو وصلت لأي جهاز معنى كده ان هو بيشتغل بالطاقة الكاملة بتاعته. لان دي كاملة. فيبقى كده الجهاز وصل له الباور الكامل. طيب. السيريستور ما بعملش الكلام ده. لان السيريستور اساسي العبارة عن ضيد. فمعنى ان هو عبارة عن ضيد. ان انا هلغي نص الدورة او النص الموجة السليب ده كله. معنى كده ان الجهاز لو انا حطيت له سيريستور مبدئيا كده اقصى حاجة هيوصلها للجهاز هي نص القدرة بتاعته. نص الطاقة. يعني لو الجهاز بيشتغل مسلا على الف واط هيشغله على اقصى حاجة يشغله عليها هي خمسمائة واط. وده لانه لغى نص موجة كامل. طيب السيريستور بقى بيديك اتاحة ان انت تتحكم في الطاقة دي من صفر لحد خمسين في المية. ممكن يشغله على عشرة في المية على عشرين في المية على تلاتين اربعين اخراك خالص هي خمسين في المية ما تقدرش تزود عن كده. طيب امتى بقى يشتغل مسلا على عشرين في المية? احنا قلنا ان السيريستور ما هو الا ضيط بس بيمرر طيار لما يوصل له نبضة على الجيت. فمعنى كده ان احنا لو وصلنا النبضة دي متأخر شوية هيبدأ يحصل فيه قص في الاشارة زي ما انت شايف ده كده. هنا النبضة اللي بتوصل على الجيت اتأخرج بمسافة او بزمن قدره الفا. مثلا. فهنا النتيجة لده شكل الموجة بقى كده. طيب فينه النص السالب? احنا قلنا كده مبدئيا ان النص السالب ده كله هيتلغي. فهو النص السالب ده ملغي. تتحكم في ايه في النص الموجة? بتتحكم بنانا عن ايه? عن النبضة. شفت مجرد ما النبضة وصلت بدأ هو يوصل طيار. وبالتالي الجهد هيتضرب في الطيار فالطاقة هتتقص. لان في جزء من الطيار اتقص اساسا. فاهمني? خلينا بس في الشكل ده. وبعد كده في نص الدورة السالب اهو نص الدورة السالب كله تلغي. يجي هنا نبضة كمان مجرد ما النبضة جت بدأ يوصل. بس النبضة دي اتأخرت. فممكن اخلي النبضة بدل ما تبدأ من هنا تبدأ من هنا. وبالتالي الجزء ده كله. كل الجزء ده كده هيتقص. فيبقاش معاك الا الجزء الصغير ده بس. وبنفس المبدأ. كل ما النبضة اتأخر كل ما الطاقة تقل. النبضة وصلت اسرع الطاقة تبقى شبه كاملة. طبعا السيرستور قلنا ما بيعصلش الا نص الطاقة بس. فالدائرة دي هي اللي بتوضح الكلام من ده. مين اللي ياخر النبضة? ايه اللي يخلي النبضة تتأخر? هو مكسف. المكسف ده في الاول بيبدأ يشحن ياخد زمن شحن وبعد كده يفرغ الشحنة بتاعته. تمام? فعلى حسب بقى المقاومة اللي هي المقاومة المتغيرة دي. زمن الشحن بتاع المكسف يتغيق. يعني المقاومة دي كبيرة. فزمن الشحن هيبقى كبير صغيرة. زمن الشحن هيبقى صغير. وبالتالي النبضة هنا تتأخر او تتقدم. فعلى سبيل المثال الوقتي احنا قفلنا المفتاح الاولاني اللي هو المفتاح ده خلاص قفلناه. فبالتالي الطيار هيبدأ يمر هنا. يلاقي مقاومة مثلا مية كيلو. والمكسف ده ستاشر مايجر. فهيبدأ المكسف ده يشحن 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 لحد ما يوصل لجهد معين وهو الجهد اللي بيشتغل عنه السيريستور ده. فبالتالي السيريستور يفتح فيمرر الطيار. بس بعد ما يكون اخر مرور الطيار. كده اخره. كده كده الجهد واصل. الجهد واصل على الحمل هنا. بس الطيار هو اللي بتأخر. مجرد ما يفتح هنا السيريستور الطيار يمر. طب السيريستور ده اتأخر. اتأخر مثلا زمن واحد ثانية. فبالتالي يحصل فيه اطع في الطاقة او نقصان في الطاقة. والدايرة اللي احنا هنشوفها معانا النهاردة هي الدايرة دي. معانا مقاومة سابتة اللي هي المقاومة الستين كيلو اللي هي المقاومة دي. مقاومة متغيرة مية كيلو. مكسف ستاشر مايكرو. مال اتش انت الستاشر مايكرو. هتجيب تلاتة سبعة واربين مايكرو وتوصلهم توالي. ولازم يكون قمتهم خمسين فولت. يعني ستاشر مايكرو خمسين فولت او تلات مكسفات بالتوالي سبعة عربين مايكرو خمسين فولت. الدايت ده موجود عشان مسلا الموجة اللي بتبقى دخلة للبوابة تكون موجة موجبة وليست سالبة. تمام كده? فما علينا عايز تحط الدايت ده حطه مش عايز تحطه متحطوش. في كلتا الحالتين مش هتفرق كتير. والسيريستور هو من النوع بي تي واحد خمسة هنشوف الدايرة عملي. وبعد كده هيكون هلصنا كل حاجة عن السيريستور في داير الطيار المتردد. طبعا في بيستخدموه كمفتاح. مفتاح ازاي? ان احنا نحط له مصدر جهد مستمر هنا. مجرد ما توصل له مصدر جهد مستمر على البوابة هيبدأ يمرر الطيار المتردد من خلاله. شلد الجهد المستمر هيبدأ يفصل. شبه الرلي بالزبط. توصل للكويلات بتاعت الرلي. جهد يوصل تشيل الجهد يفصل. دي كده الدايرة اللي احنا شوفنا بتاعها. المقاومة متغيرة ميت كيلو. تلات مكسفات على التوالي كل مكسف سبعة واربعين مايكرو خمسين فولت. عشان يبقى محصلة بتاعتهم في حدود ستاشر مايكرو. آآ بعد كده مقاومة سابتة اللي هيالون هابوني دي كمينتها ستين كيلو. والسيريستور آآ واحد خمسة واحد. لما احنا نيجي نزود المقاومة شوية. او نقللها بقى. يبدأ الاضاءة تبقى بالشكل ده. لان في زمن شحنة وتفريغ من المكسفات دي. فكده كمت المقاومة كبيرة نسبيا عشان كده الاضاءة قليلة. فالمكسف بياخد فترة اطول عشان يشحن. فالنبضة اللي بتبقى على السيريستور بتتأخر فترة كويسة. فبعد كده لو زودنا اكتر هي كده احنا بنقلل المقاومة ومش بنزود. لما نقلل المقاومة اكتر تلاقي الاضاءة بتبدأ تعلى تدريجي. لان الزمن الشحنة والتفريغ بيقل. وبالتالي النبضة بدل ما كانت بتتأخر لا بتتقدم. فالنبضة بتوصل بسرعة شوية عن الاول. لحد ما تجيب اخيرها ودي الماكسف بتاعها. دي اعلى. وبالتالي لو احنا لفناها وزودنا كمت المقاومة هتلاقي في خفوض في الاضاءة. لحد من الاضاءة. ودي كده اقل اضاءة. بي آآ السيريستور يعني بيمدها للنبضة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عاجبت للفيديو من تساعدنا بلايك واشتراك في القناة واتفعل زر التنبيهات عشان نصبع كل جديد. شكرا نشوف كم في حلقة جديدة والسلام عليكم.